هو رئيس الوزراء البريطاني بوريت جونسون يعلن إصابته بفيروس كورونا ويؤكد أنه يعاني من أعراض طفيفة للتفاصيل ينضم إلينا هنا في الستوديو الزميل محمد طه الصحفي في بي بي سي مرحبا بك محمد ما الجديد الذي نعلمه حتى الآن عن إصابة جونسون طبعا جونسون أصيب وفق الكبير الأطباء في هنا في بريطانيا كريس ويتي قال إن جونسون لديه أعراض طفيفة خاصة بفيروس كورونا ولم يبدي تفاصيل عن هذه الأعراض ولكن من المعروف أن أعراض كورونا هي الإصابة بسعال وارتفاع في درجة الحرارة ولكن الشيء الحاسم هو إجراء اختبار وعندما خضع بوريس جونسون لهذا الاختبار في مقر إقامته في عشرة داونينج ستريت تأكد أنه يحمل فيروس كورونا وقد أعلن كبير الأطباء أيضا أن بوريس جونسون يجب أن يخضع لفترة العزل الذاتي لمدة أسبوعين وسيقضي هذين الأسبوعين في مقر رئاسة الوزراء البريطانية قال أنه سيظل يقود أعمال الحكومة البريطانية في مواجهة فيروس كورونا ولكن هذه الإصابة حمدان تضع أسئلة كثيرة حول ما سيحدث فيما بعد يعني من المعروف أنك إذا التقيت بشخص أصيب بفيروس كورونا أو كانت عليه علامات لفيروس كورونا يجب أنت أيضا أن تخضع إلى فترة عزل ذاتي تبلغ 15 يوما هل ذلك سيشمل كافة أعضاء الحكومة البريطانية سيعزلون أنفسهم لمدة 15 يوما وعلى رأسهم ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانية الذي شهد مع بوريش جونسون يوم مساء الخميس يعني منذ ساعات وخارج مقر رأسة الوزارة البريطانية حيث كانوا يتباحثون أمورا خاصة بمكافحة الفيروس وفوق كل ذلك صديقة بوريش جونسون التي تقيم معه في عشرة داونينج ستريت هي حامل حاليا هي حامل منه حاليا فما الذي سيحدث لها وله ولأعضاء الحكومة كافة الذين تعاملوا مع بوريش جونسون طبعا بوريش جونسون هو الحلقة الأحدث في قادة العالم الذين يصابون بفيروس كورونا قبل تخضع حاليا أنجلا ميركل المستشارة الألمانية لحجر صحي لظهور بعض أعراض الفيروس من دون التاقن أو التثبت إذا كانت مصابة بالفيروس أم لا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك دعوات كثيرة كانت تطالبه بإجراء اختبار لمعرفة إذا كان لديه فيروس كورونا أم لا كثير من الوزراء في الاتحاد الأوروبي تم الإعلان أخيرا عن أنهم مصابون بالفيروس فهؤلاء القادة طبعا لتعرضهم لعدد كبير من الأشخاص ولقاءات واجتماعات لا تهدأ ولا تكل تجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس بوريس جونسون كان يعقد مؤتمرا صحفيا وما زال يعقد مؤتمرا صحفيا كل يوم في الخامسة مساء لإستعراض أحدث المسجدات الخاصة بجهود الحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا ولكن خلال اليومين المواضيين أمر بوريس جونسون بأن يعقد هذا الاجتماع عن طريق دائرة إلكترونية إذن الصحفيون لم يعودوا يذهبوا إلى عشرة داونينج ستريت لحضور هذه اللقاءات وإنما يحضرونها عن طريق دائرة تلفزيونية شكرا جزيلا لك الزميل محمد طه الصحفي في بي بي سي شكرا مشاهدينا طبعا الحديث يدور عن كورونا فيروس كورونا